السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد أن نخصصه للحديث عن سر من أسرار الله به تقضى حوائج الخلق في الضرفية الراهنة يبدو بأن النفوس مكهربة ويبدو بأن عدد كبير وشرائح واسعة من المجتمع قلقة دجرة على الأوضاع الاقتصادية وعلى مشكل تساقطات المطرية التي كانت شحيحة هذه السنة وأيضا لغلاء الأسعار ولغياب الحوار وأشياء كثيرة تعلمونها جميعا هناك سيناريوهات كثيرة للإصلاح كل يراها من زاويته هناك محللون اقتصاديون ومحللون سياسيون واجتماعيون كل يعطي بعض التحليلات ويقترح بعض الأفكار للخروج من هذه الوضعية نريد أيها الأحبة الكرام أن أشير بدوري إلى سر من أسرار الله إذا قمنا به كلنا أو جلنا أو بعضنا إن شاء الله وبإذن الله وبفضل الله سوف يتم رفع هذا البلاء ويتم رفع هذا الغلاء وتستوي الأمور وتصير أحسن مما كانت ما هو هذا الأمر؟ هو أن كل واحد منا يفكر ويدبر في صلاة قيام الليل صلاة قيام الليل هي سر من الأسرار التي وضعها الله عز وجل لمن أراد أن يجد الحل السريع والأمثل والفعال والناجع لكل مشكلتنا فالله سبحانه وتعالى كما أخبر أنه ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر إنه أمر بسيط جدا إذا قام به المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات بإذن الله وفضل الله وجلال الله وكرام الله سوف نتجاوز هذه المحنة ونتجاوز هذا الغلاء في الأسعار ونتجاوز هذا الاحتقان الاجتماعي ونتجاوز كل الأمور التي ترسم صورة سوداء للمستقبل ربنا سبحانه وتعالى الخالق المدبر ينبئنا إلى هذه الصلاة المسمات بصلاة قيم الليل التي هي من أعظم الطاعات وهي سنة الأنبياء والأولياء والأصفية لأن تاريخ البشرية مليء بالانتكاسات وبالصراعات وبالغلاء وبالفقر والمجاعة وتورة الجياع وغير ذلك من المسميات الكبرى وسبحان الله لما يقوم أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصفوة يقومون بالاشتهاد في الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء لهذا كان الأنبياء والأولياء والأصفياء جميعا إذا اشتدت بهم النوازل وإذا ساءت الأوضاع يقومون إلى قيم الليل لأنه قيام الليل حسن المؤمنين وملادهم الذين يأهون إليه إذا وقعت الشدائد قيام الليل هو العروة الوثقة التي يعتصم بها أهل الإيمان واليقين قيام الليل هو الحبل المثين الذي يصل المؤمنين بربهم عز وجل قيام الليل هو بلسم الجروح وغداء الروح لماذا نقول هذا الكلام لأن كما سمعتم في بعض تقارير خمسين في المئة من المغاربة مصابين باكتئاب بل وفي العالم بأسره هذه النسبة تتصاعد إلى ستين سبعين تسعين في المئة في بعض الدول المتقدمة والناس يبحثون عن العلاج وعن الدواء وهو موجود وبدون ثمن لأنه من عند الله وربنا يعطي الأشياء بلا ثمن فقيام الليل بلسم الجروح وغذاء الروح وهو سر من أسرار الطمأنينة والرضا في قلب المؤمنين وكل من واضب على قيام الليل فإن الله تعالى يرسم نورا على وجهه وقد قال الصالحون من كثر صيامه أو قيامه بالليل من كثر قيامه بالليل حسن وجه بالنهر من أراد أن يكون وجهه بين الناس حسنا وجهه مشرقا يتلألأ أنوارا فما عليك إلا أن تقوم في الظلمات والناس نيام تصلي لله عز وجل فربنا سبحانه في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنبه لهذا الأمر وفي دعوته الإسلامية لما جاء لكي يقوم ببناء دولة ومجتمع بل وبناء أمة وهو فرض وحيد أمي لا يقرأ ولا يكتب وفقير ومع ذلك كانت همته عالية بناء أمة عظيمة هل يعقل؟ أي نعم لقد تمسك بقيام الليل وكان مشتهدا في ذلك حتى شرفه الله تعالى بالمقام المحمود أعطاه الله مقام عالم لما نجح في الاختبار ولما أبان على الاجتهاد شرفه المولى عز وجل بوسام عظيم وسام رباني كبير أعلى وسام أعلى وسام رباني يسمى المقام المحمود وولدي قال فيه تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك التهجد بالليل نوافل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وطبعا المقام المحمود فسره العلماء بأنه الشفاعة العظمى يوم القيمة يعني يشفع لمن أحب من عباد الله سيدنا النبي لم يترك هذه السنة قد في حياته لا في مرض ولا في كسل كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تلاحظ عليه أنه كان كثيرا قيم الليل ولا يكاد يدعوه حتى ولو مرض في مرضه كان يقيم الليل حتى ولو تعب وكان كسلا صلى قاعدا يقيم الليل وكان صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه بالحفاظ على قيم الليل وكان يأمرهم بعدم التدبدب في أدائه وخصوصا في ظل الأزمات حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية في أول بزوغ فجر الإسلام كان هناك ما يسمى بالحصار الاقتصادي والحصار الاجتماعي الذي دام ثلاث سنوات وكان الناس يتدورون من الجوع ومن العطش هنا سوف ينزل ربنا عز وجل الأمر بقيم الليل به يرفع الله تعالى الشدائد وبه يفتح الله أبواب الرزق وبه يأتيك الله بالنصر والعزة فخطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا تقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وكيل آيات عظيمات نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما اشتدت به الأزمات وكان هناك غلاء للأسعار وكان هناك حصار اقتصادي واجتماعي وكان هناك تعنت للمشركين وكان هناك ظلم واستكبار وكان هناك الكثير من المفاسد نحن الحمد لله في عصرنا هذا سالمين من ذلك سيدنا النبي ومن معه كانوا ينمون بالليل ويتغطون بالغطاء الوثير وينمون مرتحين فخاطبه المولى عز وجل يا أيها المزمل يعني يا أيها المتغطي بثياب كثيرة يعني المزمل كالمدثر كان هذا في أول الوحي كان يقول زملوني زملوني يعني غطوني أستروني فربنا عز وجل قال له يا محمد قم 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 إنك لم لم تتسلم هذه المهمة العظيمة الجسيمة لكي ترتاح وتنام من تحمل مسؤولية كبيرة قيادة مجتمع وقيادة أمة عليه أن لا يفكر كثيرا في النوم والراحة والدعاء عليه أن يقوم ويكون دوما صاحيا ودوما مستعدا فربنا أمره بأن يترك التزمل وهو التغطي بالليل وينهض إلى القيام بأعباء الدعوة والقيام لربه عز وجل لكي يأخذ الشحن أنت سوف تواجه مشاكل داخل المجتمع ستجد هناك عرقيل كثيرة وتحتاج إلى الشحن الشحن إنما يكون عن طريق الذكر وعن طريق العبادة وعن طريق أنك تتصل بربك جل علاه ليد تعالى كان يمتدح الصحابة والصلحاء وأهل الفضل كان يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا سر التراء هذا سر النجاح هذا سر القيادة الرشيدة من أراد أن يقود مجتمع ويقود حكومة ويقود أمة ويقود أي مؤسسة لكي يكون ناجحا عليه أن لا يعتمد فقط على الدراسات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة والمالية العامة وغيرها من الأمور عليه أيضا أن يأخذ الشحن من عند الرحمن رب الأرباب ومالك الملك تأخذ منه الشحن كيف ذلك؟ أنك تقوم بالليل وتصلي لله تعالى وتبكي بين يديه وتعترف بخطاياك وترجو رحمته وتخشى عذابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن علاماتهم أيضا ينفقون بالليل يقوم الليل وبالنهار ينفق يده غير ممسكة يده منفتحة تعطي فربنا عز وجل أمر نبيه وصفيه لكي يتحمل المسؤولية ولكي ينجح في هذه المهمة ولكي تكون له روح المبادرة فعليك أن تتلقى الشحن 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 الطاقة الطاقة النورانية الطاقة الربانية وهي في الصلاة ليد ربنا أمره بقيام الليل والله رحيم لم يأمره بقيام الليل كله وإنما قال له قليلا قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا لم يكتر عليه سبحانه وتعالى بالكثير وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتتل أمر الله تعالى ثم ربنا سبحانه وتعالى قدر له شيئا آخر فقال نصفه أو انقص منه قليلا بأن يكون التلت أو نحوه أو زد عليه يعني على النصف فيكون التلتين فربنا أمر بالقليل هكذا يبدأ الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل يبدأ بالقليل ولو ركعتين ثم يزيد أربع ثم يزيد ستا هكذا كان فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا ثم بعد ذلك قال نصفه زد أكثر من القليل نصف الليل أو انقص منه قليلا إذا تعبت أو زد عليه إذا شعرت بقوة أي أكثر من النصف فيكون التلتين ثم أمره وهو يقوم الليل يرتاح بين الركعات ويرتل القرآن ترتيل أو يقرأ يقرأ في صلاته بالترتيل لأن الترتيل القرآن العظيم يحصل به التذبر والتفكر والتحريك القلوب فكان مؤمورا بترتيل القرآن ويصلي قيام الليل يختار أجمل نغمة في القراءة كان سيدنا النبي يقول زينوا القرآن بأصواتكم وكان يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فكان يصلي الليل ويرتل القرآن ترتيلا أثناء الصلاة وكل من يسمعه يشعر بنوع من الإيمان واليقين يحرك القلوب كان ابن مسعود يشهد صلاة الليل للنبي الكريم فيقول عن القرآن لا تنتروه نثل الرمل ولا تهذه هد الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة هكذا تقوم الليل وأنت تقرأ القرآن إلى أن قال تعالى إن سنلقي عليك قولا تقيل يا محمد إنك الآن ستتحمل مسؤولية عظيمة مسؤولية قيادة أمة خير أمة أخجت للناس وهذا الكلام هو ينطبق على كل من من أرد أن يتحمل مسؤولية إذا كنت مواطن عادي ثم طرح عليك أنك تعود تصير تصير مسؤول مدير على مؤسسة مدير على إدارة مدير على الشركة أكيد سوف تواجه الكثير من المتاعب لأن النجاح ضريبته غالية ثم هناك المنافسة الشريفة والمنافسة غير الشريفة ثم هناك مطامع الدنيا تشرق من هنا وهناك ثم هناك الحساد وأصحاب الغيرة ثم هناك أعداء النجاح كل هذه الأمور يمكن أنها تعثر نجاحك في القيام بالمسؤولية لهذا سيدنا النبي كنمودج كان ربنا عز وجل يحدثنا عن النمودج الناجح الذي صنعه المولى عز وجل صناعة ربانية صنع نبيه وصفيه ليقوم بهذه المهمة كان يقول له إن سنلقي عليك قولا ثقيلة مسؤولية كبيرة يا محمد والمسؤولية ما هي هو القرآن كان القرآن تنزل على النبي الكريم ويكون ثقيل حتى زيد بن ثابت يذكر أنه كان قريبا من النبي الكريم قال فخدي على فخده يجلس بجانبه فأنزل على النبي الكريم القرآن فكادت ترتض فخدي كادت فخده أنها تنفجر بشدة قوة القرآن العظيم ولهذا لما سئل يا رسل الله كيف كان يأتيك الوحي من السماء يقول كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لملك رجلا فيكلمني فأعيما يقول هذا معنى إن سنلقي عليك قولا تقيلا كان في اليوم الشريد البرد يفصم عنه ويوتصفض عرقا لماذا كل هذا ربنا ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة أي الصلاة في الليل والناس نيام هي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفاهمها وأيضا هي أنها تساعدك على أنك تشحن بطاقة إيمانية وطاقة نورانية حتى إذا نزلت نزلت في الصباح وتبدأ عملك إما في مؤسسة إما في شركة إما في المجتمع ستكون قويا وستكون ثابتا ولا يغرك أن بعض الناس يمدحونك ولا يسئك أن بعض الناس ينتقدونك أبدا يستوي عندك المدح والذن هناك بعض الناس إذا لم تمدحه يشعر بالإحباط وهذا ضعف قوي الإنسان إذا كان قائق قواما بالليل فإنه يكتسب منع ضد كلام الناس وضد ضد كل المتبطات لذا قالت على إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة وفي الصباح انتشر إلى عملك النهار أيضا لابد أنك تستمد طاقة أخرى بالليل هناك القيام وبالنهار مدى هناك التسبيح وأنت بالنهار تقضي عملك متجه إلى مقر عملك عبر السيارة أو الحافلة أو الدراجة النارية أو على قدميك سبح لله وأنت تجلس في مقر عملك سبح لله سيعطيك طاقة وسوف يجعل كل عسير عليك سهل يسير لذا قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة سبحا طويلة اذكر الله تعالى كثير سبحان الله سبحان الله وتأمل في ملكوته وأنت في طريقك إلى العمل تنظر إلى الأشجار وإلى النخيل سبحان من خلق وسوى تنظر إلى الشمس تتحرك من مقامها سبحان العلي القدير تنظر إلى الخلق البشر أصنف وأشكال سبحان من خلق فسوى تأكل طعاما تقول سبحان الله أنزل هذا وخلق هذا وأثمر هذا إن لك في النهار سبحا طويلة ثم قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة أي عليك أن تملأ وقتك بالذكر هذا الذكر ليس أمرا على هامش الحياة الحياة صعبة الحياة أيها الأحباب الكرام فيها مكاره والكثير منا يغلب ويكاد يرفع الرأي البيضاء ولكن لما تكون من الذاكرين فإن الحياة تصير بين يديك سهلة وتصير ويسرة وتحكمها عوضة أن تحكمك هي هناك الآن من تحكمه الحياة هناك من يسير الآن والحياة صرت حاكمة له ويشعر بالضياع والعكس هناك من يحكم الحياة ويسيرها هو على مزاجه ما هو الفرق بين الاثنين الأول غير ذاكر غافل أما الآخر فهو ذاكر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل أي ذكر شامل لكل أنواع الذكر وانقطع إلى الله رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب أي هو رب الذي خلق الأنوار وخلق كل شيء ومدبر الأكوان لا إله إلا هو فاتخذ وكيلة لا إله إلا هو أي لا معبودة إلا وجه الله الذي استحق العبادة والإجلال والتكريم فاتخذه وكيلا أيها الإنسان المسؤول عندك وكيل أعمالك وكيل أعمالك هو الله إياك أن تشعر بأنك ضعيف أيها التلميذ في المدرسة عندك مواد ربما تجد فيها صعوبة مواد علمية في الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو مواد أدبية في العربية والإنجليزية والفرنسية والاجتماعية لا تخشع الله وكيلك فاتخذه وكيلا أي حافظا مدبرا لأمورك كلها سيعينك ويعطيك العقل ويعطيك الفهم ويعطيك حسن الإجابة وكذلك كل مسؤول موظف شرطي طبيب عسكري تاجر مسؤول حكومي حتى المسؤول الحكومين وما أجدر الناس وأكثر الناس يحتاجون لذلك لأنهم يتحملون المسؤولي الكبرى محتاج إلى من يعينه لا إله إلا هو فاتقيده وكيلا أي اتخذ الله جل جلاله وكيلا حافظا مدبرا لأمورك كلها هذا الكلام سمعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يعملون به بكثرة ثم ربنا عز وجل زاد وقال لهم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وتلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه ربنا عز وجل لما أمر رسوله وصفيه بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه سيدنا النبي امتتل وامتتل معه طائفة من المؤمنين لكن بعد مدة شعر بمشقة الله رحيم شعر بمشقة فخفف الله والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن هذه أسباب التخفيف ما هي أسباب التخفيف لأن الله تلا يعلم بأن الناس ليس كلهم أقوية وليس كلهم مستعدون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي أن الله يعلم بأن هذه الأمة فيها أصحاب الأعضار هناك المرضى لا يستطيعون قيام الليل هناك المسافرون الذين يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر أيضا لا يستطيعون أن يقيموا الليل ولا أن يقرأوا القرآن كل يوم وأيضا آخرون مشهولين بمهام كثيرة حتى من بينها الغزو في سبيل الله كما كان أيام زمان فقلم فقرأوا متى يسر منه أمون عائشة رضي الله عنه تقول الله تعالى افترض قيام الليل في أول الأمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا عام سنة بكاملها وكان واجب عليهم قيام الليل حتى انتفخت أقدامهم أقدامهم صارت منتفخة بسبب قيام الليل ثم أنزل الله التخفيف فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفارضة هذا رسول الله ومن معه محمد رسول الله والذين معه هؤلاء الرعيل الأول من جيل الصحابة لأنهم سوف يتحملون مسؤولية كبيرة جدا قيادة أمة وعندهم مشاكل وصعوبات أكثر منا ونجحوا فيها بامتياز نحن الآن أيها الأحبة الكرام في عصرنا هذا بعد مرور خمسة عشر قرنا على نزول هذه الآيات البينات من السماء نحن الآن في عصرنا هذا نحتاج إلى قيام الليل لماذا؟ لأننا غلبنا الحياة غلبت الكثير منا غلاء في المعيشة صراعات عائلية قلق وتوتر مستمرار رؤية مستقبلية تكد تكون ضبابية أو مظلمة نحن نحتاج إلى الطبيب نحتاج إلى المعالج والمعالج هو الخالق هو الله جل جلاله والعلاج أننا نعتني بصلاة قيام الليل والملاحظ أن الذين يقومون الليل ماذا يكونوا شكلهم؟ يكونون أصح الناس أجسادا وأسعدهم نفوسا وأنورهم وجوها وأعظمهم بركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم هذه نعمة عظيمة كل نحتاج إليها كل من كان منا مريض وأراد أن يصح عليه بقيام الليل قوام الليل أصح الناس أجسادا ومن كان قلقا دجرا مكتئبا العلاج موجود وهو أنه لكي يسعد عليه بقيام الليل أصحاب قيام الليل أسعدهم نفوسا من يرى وجو في المرآت ويبدو وجوه شاحب وجوه يكبر بسرعة تجاعيد وشيخوخة مبكرة إذا أردت أن يعطيك الله الجمال والبهاء عليك بقيام الليل هم أنورهم وجوها هناك من عنده البركة قليلة يعمل بالليل والنهار والمال لا يكاد يجتمع بين يديه ما عنده بركة؟ إذا أردت البركة فهي تأتي بقيام الليل فقوام الليل أعظمهم بركة في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم ثم هؤلاء الذين يقومون الليل ربنا سبحانه وتعالى يعلمك أشياء جميلة أن نفسك تزهد في ملدات الدنيا الناس متعبون وهم يتنافسون في ملدات الدنيا ورغباتها نحن إن شاء الله تعالى إذا تعودنا قيام الليل سوف نزهد في الشهوات والملدات آخر صيحة وآخر موضة لا يهمك شيء أي شيء تقضي بالغرض يمضي ثم بقيام الليل يعطيك الله راحة البدن تشعر بأن بدلك مرتاح ولو عندك بعض الأمراض سكري ضغط ولكن نفسك بالداخل مرتاحة ثم إن الله تعالى يعودك كل ما ضع لك أي شيء ضع لك ربنا سوف يعودك هذه قانون هذه هذه يقين اللي ضعت ما تبكي عليها ما تحزن لأن ربي سوف يعودك خيرا مما فقط ثم يعطيك الله تعالى نعمة الدين ونعمة الدنيا لعلكم تتساءلون أيها الأحباب الكرام كيف نقيم هذا الليل هو هذا الليل أيها الأحباب ليس فريضة هو سنة تتحقق بسنة ركعتين ركعتين أو أربع أو أكثر تكون بعد سنة العشاء تبدأ بعد سنة العشاء وتنتهي قبل سنة الفشر فهي سنة نبوية شريفة وتصلى على قدر الاستطاعة وليس في عدد مخصوص كان السيد النبي يقول بأن سنة الليل متنامتنا يعني ركعتين ركعتين فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة كنصلي ركعتين 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 وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ممكن أصلي ركعتين وأسلم وأنتهي ممكن ركعتين وأسلم أجيب ركعتين ثانيتين ثم ستة ثم تمانية ثم عشرة وأختم بواحدة وأحيانا سيدنا النبي كان يختم ب13 هذا العدد وقيل بأن قيام الليل لا حصر لعدد ركعته لأن كان هناك بعض الصلحة يصلون كثيرا قيل بأن زين العابدين كان يصلي ألف صالات بالليل قيل لا يمكن المنطق والعقل والوقت لا يمكن قال إذا حسبتها بالمنطق العقلي فإنه لا يمكن لكن لو حسبتها بنور الإيمان يمكن لأن الله تعالى كان يمدد له الزمان والمكان ويعطيه المدد وسيدنا النبي كان يقول فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر يعني أرد أن يكثر بقية صلى الله عليه الكامل له ذلك لكن ركعتين لقد حصلت على الأجر والثواب الكبير وخيره الليل ينقسم إلى أقسام ثلاثة هناك الثلث الأول بعد العشاء والثلث الثاني في وسط الليل والثلث الأخير في آخر الليل أفضلها توابا الثلث الأخير من الليل لأن الله تعالى ينزل في هذا الوقت وربنا كان يعطي للعباد والدعين والمستغفرين ما أردوا وكان سيدنا النبي يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما سيدنا داود كان كثير العبادة حتى إن الله أعطاه الملك وأعطاه النبوة سيدنا داود كان ملك وطبعا لأنه ملك عنده مسؤوليات جسام وكثيرة فنباه الله تعالى إلى الاشتهاد في العبادة حتى يستمد الطاقة النورانية والمدد وحتى يتمكن من سياسة أمور دولته على أحسن ما يرم جميل جدا أن نصلي قيام الليل في جماعة مع الأهل تصلي مع زوجتك أو مع أولادك هذا كله خير عظيم لكن من غير أن يتخذ عادة ثم هذا العمل إذا قمنا به فلابد أن نحرص على بعض الأداب نحرص على النية إذا أردنا أن نقيم الليل نحرص على النية إنما الأعمال بالنيات يعني فإذا تستيقظ كنت ملك التواب القيام أنا أنوي أنا الليل سأنوي قيام الليل قد أقوم وقد لا أقوم قد يغلبني النوم لكن ما دمت قد نويت أنني سأقوم الليل حتى وإن لم أقوم وغلبني غلبني النعس كتب لك قيام الليل فلابد من أن نعقد النية ثم جميل أننا نتوضع الوضوء لقيام الليل منعش وجميل أن نستخدم السواك ونلبس اللباس الأبيض لنقف بين يدي المولى مالك الملك تقف أنت والناس نيام وليس فرضا عليك تطوعا ثم من السنة نفتتح القيام بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك نصلي بعدهما ما نشاء ونطول الركعتين الأوليتين من السنة تكون خفيفتين ثم بعد ذلك كان سيدنا النبي يطول الركعة الأخرى والإنسان لو أن يصلي ما شاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا غلب عليه النوم نام وعلينا أن نكثر من الدعاء في هذا الموطن لأنه مستجاب سيدنا النبي كان يقول غالبا ما يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن أمامي نورا وأعظم لنورا هذا من أكثر دعاء النبي الكريم لأنه يصلي بالليل الضلام الدامس ويدعو نور الأنوار وهذا الأمر فيه أجر وثواب عظيم به ربنا يرفع الحسنات ويمحي السيئات ويرفع الدرجات ولكن أيضا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها الآن أيها الأحباب الكرام هذا سيناريو آخر من سيناريوهات الإصلاح أننا لا نكتفي فقط بالتحليلات السياسية القائمة على الأرقام والقائمة على الحسابات لأنك مهما حسبت إذا رفع الله عنك البركة فإنك لن تصل لشيء نحن محتاجين في زماننا هادا إلى البركة إذا جاءت البركة ستنزل تساقطات ولو خفيفة تكون نافعة إذا حلت علينا البركة بالقليل سوف ينتفع الغني والفقير والقوي منا يوسع على أخيه الضعيف وكل هذا يأتينا بقيام الليل والإكثار من الدكر وعموما بالفرار إلى الله الخروج من هذه الأزمة التي نعاني منها جميعا وقد سمعنا الكثير سيلا من التحليلات ومن الكلام الطويل والعريض أرجو أن يكون من بين السيناريوهات المعتمدة في الإصلاح والتغيير أننا نفر إلى الله ففروا إلى الله كلما فررنا إلى الله تعالى سوف يفتح الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب التيسير فاللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك شكرا للمشاهدة